موسيقى نشطاء المجتمع المدني في الجزائر في سابقة هي الأولى من نوعها قضاة بمحكمة عين صالح في إضراب عن الطعام واعتصام داخل محكمتها وتشاهدون في النشرة أيضا ستة أشهر موقفة النفاذ في حق المدير العام للقناة الرابعة بتهمة التحرش الجنسي بصحفيات شرطيان يدخلان مواطنا من تيندوف إلى المستشفى بعد الاعتداء عليه بالضرب وأخيرا أزمة السكن المزمنة تواصل تحرك الشارع في العديد من المدن الجزائرية إلى التفاصيل عبرت منظمة العفو الدولية عن امتعاضها الشديد من ممارسات التضييق والتقييد التي يطبقها النظام الحاكم في الجزائر على التجمعات والمسيرات السلمية التي تنظمها شرائح وفئات من المجتمع المدني لانتزاع مطالب اجتماعية ومهنية حيث قال في هذا الصدد فيليب لوتر مدير أمنيستي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه رغم قرار النظام الجزائري القاضي برفع حالة الطوارئ منذ سنة 2011 إلا أن القيود قد ازدادت أكثر على الحريات النقابية وعلى المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى الحق في التجمع والتعبير هذا ولم تتردد منظمة أمنيستي في اتهام حكام الجزائر بالعمل على سن قوانين تقيد عمل وسائل الإعلام وتحد من نشاطات المنظمات غير الحكومية مستنكرة وبشدة حملة التحرشات الأمنية والقضائية التي يتعرض لها منذ مدة العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين وحتى البطالين دخل وفي سابقة أولى من نوعها يشهدها قطاع العدالة في الجزائر أربعة قوضات في محكمة عين صالح في إضراب مفتوح عن الطعام وفي اعتصام داخل مقر هذه الأخيرة وهذا احتجاجا على ما يقولون أنها ضغوطات يتعرضون لها من طرف المسؤولين عن ذات المحكمة وعن المجلس القضائي بتمن راست ونددوا كذلك بالمحاولات الرامية لتوريطهم عبر التعليمات التي تعرق الآداء مهامهم بالشكل المطلوب كما طالبوا أيضا بضرورة مساواة السلطة القضائية مع بقية السلطات من النواحي الاجتماعية والمهنية ويحدث هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه العديد من الأصوات داخل الجهاز القضائي للمطالبة بمنح الاستقلالية الكاملة للقضاءات ورفع يد السلطة التنفيذية عن هذا الجهاز الذي تستعمل هذه الأخيرة كآدات لتصفية الحسابات مع كل من يعارضها أيد المجلس القضائي بالعاصمة يوم أمس منطق الحكم الذي كانت قد أصدرته منذ أشهر محكمة عبان رمضان الابتدائية في حق المدير العام للقناة التلفزيونية الرابعة الناطقة بالأمازيغية وهذا بتهمة التحرش الجنسي بثلاث صحفيات يعملنا بذات القناة والذي قضى بإيدانة هذا الأخير بستة أشهر موقوفة النفاذ وبتعويض للأطراف المدنية يقدر بثلاث مليون لكل ضحية منهن هذا وكانت الصحفيات الثلاث قد اتهمنا هذا المدير بالتحرش الجنسي بهن واستغلال نفوذه وعلاقته مع رؤساء بعض أحزاب السلطة لبسط سيطرته على القناة والعاملين فيها وممارسة نزواته المريضة على الصحفيات والموظفات حيث اضطرت الكثير منهن للاستقالة من القناة بسبب هذه المعاملة الابتزازية حاصر أول أمس المئات من المواطنين مقر البوليس في مدينة تندوف وهذا تنديدا بقيام عنصرين تابعين لهذا الجهاز بالاعتداء ضربا على مواطن لمجرد توقيفه لسيارته بالقرب من مقر البوليس كما طالب المحتجون كذلك بتقديمهما للمحاكمة هذا وقد نقل الضحية الذي أشبع بالضرب المبرح إلى مستشفى العقيد الحواس لتلقي العلاج في الوقت الذي اضطر فيه وكيل النيابة وتحت ضغط السكان إلى إيداع عوني البوليس على الحبس الاحتياطي في انتظار إحالتهم على المحاكمة أغلق المئات من المواطنين أول أمس مقر دائرة إليزي وهددوا بإحراقه كما شلوا حركة المرور في العديد من الطرقات والشوارع فيها وهذا احتجاجا على طريق التوزيع حصة 274 سكانا اجتماعيا وللمطالبة بإلغائها بسبب ما يصفونه بالتلاعب المفضوح الذي شابها هذا وتدخلت وحدات من بوليس القمع بالقوة لفتح الطرقات المغلوقة وفض الحصار الذي ضربه السكان على مقر الدائرة حيث تسبب تدخلها في إصابة العديد من المحتجين بجروح تم نقلهم على إثرها للمستشفى ونبقى دائما مع أزمة السكن وما تحدثه من اضطرابات في المدن الجزائرية حيث شهدت بلدية تمالوس بولاية سكيكدا هي الأخرى احتجاجات عارمة نفذها مواطنوها عقب نشر قائمة المستفيدين من حصة 200 وحدة سكنية حيث حاول عدد منهم اقتحام منزل رئيس الدائرة الذي حملوه مسؤولية التلاعب بطريقة توزيعها هذا وقد اعتقل بوليس القمع عشر من بين المحتجين ومن إليزي وسكيكدا نتحول إلى ولاية عنابة التي لا يزال سكان الخيم والأحياء القسديرية يصنعون الحدث فيها منذ عدة شهور حيث أقدموا مجددا يوم الاثنين الماضي على الاعتصام أمام مقر ولايتها وهذا للمطالبة بانتشالهم من الجحور والقبور التي يقطنون بها منذ سنين وذكر المحتجون أن عددا منهم قد أودعوا ملفات لطلب السكن منذ سنة 1977 ولا يزالون ينتظرون إلى يومنا هذا ونذكر بمرور 180 يوما على عملية اختطاف المدوين شاب صابر سعيدي من أمام منزله على أيدي عناصر من المخابرات الجزائرية ثم حبسه بسجن الحراش وبقائه فيه من دون محاكمة إلى يومنا هذا كما نلفت عناية مشاهدين الكرام أنه يمكن لهم التواصل معنا على العنوانين التاليين الإيميل بالإضافة إلى صفحة النشر على الفيسبوك أين نستقبل اقتراحاتكم الجادة ومشاركاتكم الفعالة ودعمكم الحيوي الذي يساهم في استمرار قناة راشاد كما يمكنكم إرسال مختلف الصور والفيديوهات عن الأحداث من حولكم كي نوثق معا بالصوت والصورة ما يسعى النظام لحجبه بالقمع وبالتعتيم لنجعل معا من المواطن مراسلا من أجل الحقيقة إلى هنا ينتهي موعد الإخبار معكم شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة